توجس وقلق لدى بعض الأوساط العراقية من الطلب الأخير المقدم للأمم المتحدة بشأن مغادرة بعثتها في العراق وانعكاس ذلك على التقييمات الدولية لما يجري في البلاد خاصة الأحداث الكبيرة وتلك التي يحتاج فيها إلى مساعدة دولية وبرغم التحفظ على نشاطات يونامي في العراق إلا أن مراقبين يرون أن المنظمات الدولية مسار معزز لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات خاصة أن العراق لم يفي بكامل المتطلبات للخروج من البند السابع نهائيا لكنه حقق تطورا ملموسا في هذا المسار بعد الانتهاء من ملف التعويضات الكويتية ما يعني بقاء حاجته إلى الدعم الدولي في مختلف المجالات في ظل وجود متعلقات أخرى لم تنتهي لغاية الآن ومع التحرك العراقي لإنهاء مهام يونامي عبر دبلوماسيون ومسؤولون أمميون عن قلقهم على حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يصنف في الكثير من الأحيان من بين الدول الأكثر فسادا في العالم كما أنه يعاني من انتشار الجماعات المسلحة فضلا عن تقلص حرية التعبير في السنوات القليلة الماضية إضافة لشعور المكونات الأخرى بالتهميش والإقصاء وعدم المشاركة الفاعلة في الحكومة لكن ما هو المسار القانوني لانتهاء عمل بعثة يونامي؟ خبراء في القانون يؤكدون أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق باعتباره المؤسسة لها إثر صدور القرار 1500 في العام 2003 لنتابع ما قاله الخبير القانوني على التميمي في هذا الشأن إنهاء عمل بحثة الأمم المتحدة اليونامي في العراق هو يبتدأ بطلب يقدم إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة ممثل العراق في الأمم المتحدة وبالتأكيد سيكون هناك تصويت من قبل المجلس مجلس الأمن الدولي يتكون من 15 دولة على أن لا تستخدم إحدى الدول الخمسة الدائمة العضوية حق النقض أو البيتو لإجهاض القرار لأنه وجود اليونامي ابتدأ من 2003 إلى اليوم قرارات تصدر في كل عام من مجلس الأمن الدولي وخلال السنوات الأخيرة بدأت القوى الرئيسية القائدة للعملية السياسية في العراق تظهر رغبة متزايدة في إنهاء عمل بعثات دولية عدة من بينها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش فضلا عن مهمة الأمم المتحدة التي جاءت للمساعدة في تعزيز المساءلة وتثبيت الاستقرار موسيقى